بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل مرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم في المحاضرة التاملة والمحاضرات كورس كل سنة حاضراتكم طيبين النهاردة أول يوم من أيام السنة الهجرية الجديدة إن شاء الله ربنا يعادها علينا وعليكم هالأمة الإسلامية بالخير واليمنى والبركات طيب إحنا هنبتدي إحنا طبعا النهاردة 30 يوليو 2022 إحنا لسه برضو بنكمل في الميديول الأول من فاونديشنز عاوزين نعمل بس ريفيزن سريع كده على المحاضرات اللي إحنا أخذناها زماني إحنا أول حاجة تكلمنا على الفاونديشن بتاعة وقلنا إيه هي الأساسيات بتاعة في أي شركة بعد كده اتكلمنا عن الإيزو إن إحنا إزاي نقدر نطبق الإيزو في الشركات بتاعتنا اللي إحنا نشغلين فيها وإزاي نقدر نطبق ده على البيزنس اللي إحنا بنعمله في الشغل المقابل بعدين اتكلمنا على التاسكس اللي بيعملها الدوكيمونت كنترول ابتداء من استلام الورق وراجعته وتوزيه وتخزينه وإزاي كل الكلام ده فمحتاجين نراجع هو إحنا لما كنا بنستلم الورق أو بنستلم أي دوكيمونت موجودة عندنا في الشركة كنا بنعمل عليها تشيك دوكيمونت ازاي عقوية تشيك ازاي حد فاكل النمبر تمام والريفجن والستامب الزبط الأختان الديت السبجكت الستامب الريسيف ده إحنا بنعمله أخر حاجة الستامب الأكشن بنعمله بعد ما احنا بيحسنه ريسا بمات بعد ما بيحسنه ريبيو بعد كده بنعمله ريسا بمات ريفرانس ريفاجين ابروفل ستيتس سيجنيتشر اتتشمنت بروفو مرفقات تورس بانسباليتي التايتل يكون مزبوط الاتتشمنت بالزبط كده طيب خلينا نفتكر كده مع بعض السامب اللي احنا تكلمنا عنها كنا بقول أول حاجة بنراجع فيها الريفرانس نومبر سيجنس نومبر بتاع الدوكيمس دي مع الدوكيمس اللي احنا استلمناها قبل كده فلازم يكون ده سيكونس بعد الرقم مش قبله ولا معدي رقم ولا أي حاجة وانه هو سيكونس نومبر على آخر رقم احنا استلمناه داي حاجة كنا بنتكلم عليها الديت وقالنا ان هو لازم يكون ديت بتاع النهاردة او ديت بكتير قوي بتاع البارح مش أكتر من كده بعد كده اتكلمنا عن السبجك بتاع الدوكيمس النوع الدوكيمس اللي احنا بنسلمها دي نوعه ايه وبعدين احنا ليه بنسلم الدوكيمس دي هل هي for information ولا for approval ولا for review and comments تمام؟ وبعدين قلنا ان احنا نشوف ان حد ماضي عليها او هي مكتوبة عليها اسمه مدير المشروع يكون موقع بالاسم بتاعه تمام؟ واخر حاجة قلنا لازم تكون كل حاجة احنا بنستلمنها لو احنا استشاري فاحنا لازم نتأكد ان كل حاجة يكون مخطومة بختم المقاون على كل ورقة اللي احنا بنستلمه واخر حاجة قلنا ان المرفقات تكون مزبوطة ويكون مكتوب في بتاعنا ده اي حاجة بتريفير لعدد والورق اللي موجود مع الدوكيمس اللي احنا استلمناها دي تمام؟ بعد كده اتكلمنا عن حد يفاكر احنا كان عندنا كام نوع من احنا بتكلمنا عنه؟ استاذ كرولوس بيسأل هاي دي اول محاضرة اللي هي هقدر تتابع احنا كل مرة بنعمل ريفيو على الابلي كده فان شاء الله هتقدر تتابع حدريك لو شفتها من على اليوتيوب هتقدر تتابع معنا مش مشكلة اللوكس ايوة ايه اللوكس اللي احنا اتكلمنا عنها؟ ايه كمان؟ مشكلة دي كل الدوكيمنت اللي احنا بنقول عليها ان احنا بنعملها جهو الفائلزة عندنا او جهو السجلات بتاعتنا طيب ايه الديتا اللي كانت بتبقى مطلوبة مننا ان احنا نملاها كان فيها عندنا داتا أساسية كان فيها عندنا داتا اختيارية ممكن نبقى نكتبها وممكن ما نكتبها ايش ايش بقى حاجة حسب اختيارك ديت ايه بقى يا أستاذ محمد طه ما نقش ديت ونقص جد ديت ايه رسيف ديت بالضبط كده date of received مش date بس. Subject بضبط reference number. Revision. Description. Reploy date. Type of documents. Drop list دي جزء من الحاجات اللي احنا التكنيكس اللي احنا نتعامل فيها في registration. Action code. From two deep. نعمل hyperlink يا أستاذ محمد طهن علشان فعلا علشان نسهل علينا. نسهل علينا ان احنا نعمل نسيرش على documents. status. الاريا في الرسومات. بالضبط كده. بالضبط هي دي كل data اللي احنا بنبقى محتاجين ان احنا نكتبها. احنا بناخد كل data الموجودة عندنا في cover. وبنبتدي ان احنا نكتبها تفصيليا في register. علشان لما نيجي ندور عليها يبقى عندنا ال data دي كلها احنا بس بنقص نبص في ال documents الاصلية دي على comments على details اكتر على حاجات انا مش محتاجة ادور عليها. يعني دي بقى باين damage registration ده. كل البيانات اللي انا محتاجة ان ادور عليها. تمام عشان توفر لي وقت في الحاجة التانية دي. طيب وبعد كده اتكلمنا عن distribution. كان في مستلح كده بنتكلم عنه في distribution قلنا ان هو ده اللي احنا بنشتغل فيه دايما في distribution. distribution matrix بالزبط جده. distribution matrix حاجة من ضمن اهم الحاجات اللي احنا بنتعامل فيها في distribution عشان هي بتسهل علينا كتير جدا ان احنا بنوزع ال documents بتاعتنا في وقت قياسي. في وقت بسيط ما بنعودش ندور كل شوية مين اللي مسؤول عن ال documents دي اوديها من فين ولا جيبها من فين بيبقى عندك matrix بقى عندك موصوفة وتقول ان كل document حضرتك هتستلمها المفروض ان هي تروح لين من غير ما تقعد تسأل فيها مدير المشروع او او اي حاجة من فين. فبالنسبالنا ده كانت اكتر حاجة بتسهل علينا الشغل في ان احنا بنستلم الحاجة وبنعمل لها وثالت خطوة عرطوة ان احنا بنعمل لها distribution عشان ما يبقاش عندك دي ايه. واحنا قلنا ان احنا دايما بيبقى عندنا الجاب ما بين received وبين distribution قلنا فترة زمانية لا تتعدى ايه. لو حد فاكر. بالضبط كده لا تتعدى يوم عمل. لو حضرتك استلمت النهاردة الساعة خمسة يبقى كبيرك بكرة قبل الساعة خمسة تكون بتاعتك دي تكون هيا بالضبط 24 ساعة او يوم عمل 8 ساعات عمل. ان تاني يوم لازم تكون موجودة عند الشخص المسؤول. علشان ما تبتديش انت تاخد وقت كمان اضافي زائد وقت تاني. انت كمان تاخد وقت تاني. في النهاية التراكين عندك او انت تقع في المشكلة انها ممكن تتنسي انها ممكن تدخل في ورق تاني يبقى عندك مشكلة كبيرة. ده الجزء اللي احنا اخذناه المرة. هنبتدي النهاردة المحاضرة تمنا ان احنا نبتدي نتكلم عن control of computerized data. احنا عندنا ال data دي انا دلوقتي خلاص انا عملت registration documents بتاعتي. ودت الاصل بتاعي اللي هو original copy اللي عندي. ال data للشخص المعني. هبتدي ان انا اعمل system عندي على الكمبيوتر بتاعي او على السيرفر اللي عندي. علشان ا control data اللي دخلت بالطريقة دي. طبعا احنا عندنا نوعين من data. سجلات و information تمام. السجلات دي اللي حاجتك بتكتبها بهيدك زي ال registration. زي ال excel sheets. زي ال access مثلا. حاجات ال data اللي انت بتدخلها على اعتبار ان هي. سجل اللي انت بتسجله. في حاجة تانية زي مثلا. ال documents اللي بتعمل لها scan عندك. وانت بتحتفظ بيها. طب هتحتفظ بيها زي هتحلح تحط كل data المشروع. folder واحد وتتعامل على اساس النهية دي. ولا احنا بنتعامل. ان احنا بنعمل scan وبنعتمد ان ال scan ده مكتوب فيه date بتاعي النهاردة. خاصة انا مش محتاج اعمله rename. طيب ممكن يعني كل واحد كده يقول لي هو بيتعامل في data في الصفت قابي بتاع ال data ده ازاي. هل انت بتعمله rename ولا هل بتسيبه بتقدر تعمله classification باني طريق. خلينا عن الهاردة دلوقتي شوية. احنا دلوقتي بنتكلم على الصفت ونتكلم على الحاجات اللي دخلها على الكمبيوتر. انت عملتها scan. وعملت منها خلاص ال excel sheets بتاعتك عملت ليها register. هتبتدي ان انت هتعمل لها تصنيف. تمام. by type. يعني ايه by type. وضح لي اكتر كده استاذ نبي. هو لاي استاذ احمد. ايهاب سوري. الفي، انتر ايهاي سابميطر ، scan. rename. رنaming by code. تمام. يعني اي رنaming by code. scan. rename. saving folder uh file. اصيبه تمام. كله وثيقه على حسب التأسين. تمام الرينيم بقى احنا بنعمل الرينيم ازاي? يعني هل فيه حضرتك بتعمله في الرينيم ولا انت بتعمل الرينيم بتكتب عليها مثلا دي رقم واحد مثلا. 小時 One. تمام CODING SYSTEM باكرين ال CODING SYSTEM اللي احنا اتكلمنا عنه في.. حد Eğer اها فاكرة اتكلمنا على CODING SYSTEM فين? بالضبط IN Building. بس احنا كنا اتكلمنا عنه امتى اتكلمنا عنه في ال الرفرنزز اللي احنا بنستلمع! احنا قلنا لما احنا قلنا ان احنا بالراجع الرفرنس بتاع الدوكيمنت قلنا ان احنا هنشرحها عن طريق شبطين. ان احنا ازاي اول حاجة بنكريات الرفرنس ده. اتنين ان احنا ازاي بنستلم الرفرنس ده. اول حاجة لما تكلمنا عن الرفرنس قلنا ان اول حاجة لازم يكون فيها رقم المشروع يكون موجود في كل ريفرنس من ريفرنس بتاعت الدوكيمنت بتاعتنا. اتنين قلنا ان احنا نكتب نوع الدوكيمنت بتاعتنا. تلاتة قلنا الديسابلين او الدبارتمنت اللي هو بينشئ الورقة دي او الدوكينونس دي بترجع لي فلازم يبقى موجود الدبارتمنت او وقلنا كمان والريفيزن نومبر صح وقلنا لازم نحدد اذا كان الدوكينونس دي انوال يعني هي دخلة فاضية لسه مش عليها كومنتات ولا هي خلاص احنا سلمناها لنقاول خلاص الدقامنس موجودة عليها حصلها سبميشن وخلاص دي كده تقفلت على كده فنفس السيقونس اللي احنا كنا بنعمله في الريفرنس بتاعت الدوكينونس برضو هنرجع نعمله هنا برضو واحنا بنعمل كنترول على الدوكينونس على الصفت قريب تاعة فاول حاجة احنا قلنا ان الكمبيوتراليز الداتا دي لازم يكون السيستم لازم بتكون الحاجة عندك بتاعتك up to date معروف الستيتس بتاعها مكتوب الريفيزن نومبر بتاعها معمول لها كنترول انا قادرة ان انا اوصل لها بسهول تمام ده واحد طيب ايه هي الحاجات او العوامل اللي بتساعدني ان انا اقدر ان انا اعملكم كنترول على الدايتا بتاعتي دي اول حاجة اوثوريزيشن ان اوثنتيكيشن ثاني حاجة الاكسس كنترول بعدين 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 هنشرحهم واحدة واحدة ونحاول نفهم كل حاجة ما بينهم الفرق ما بين كل واحد فيه اول حاجة الاوثوريزيشن الاوثوريزيشن معناه ان هو التفويد التفويد ده يعني ايه؟ التفويد ده مصطلح بيطلق على مرحل حقوق والامتيازات اللي بتتيح مستخدم معين بتتيح لمستخدم معين وصول شرعي للمعلومات او نسول شرعي للنظام يعني ايه؟ انا دلوقتي عندي موظف جديد دخل عندي الشرك تمام؟ لازم اديله اوثوريتي ان هو يقدر يأكسس اي سيستم عندي في الشرك طيب هو ده اليوزر بالزبط اليوزر ده دلوقتي عندي هل هو دوكيمونت كنترول هل هو مهندس هل هو محاسب على حسب الوظيفة بتاعي تمام؟ طيب نفترض ان هو مهندس طيب هو مهندس ايه؟ هو مهندس معماري بس فهو محتاج ان هو يأكسس على كل السيستم ويقدر ان هو يأدت بس على جزء بتاع القسم بتاع المعماري تمام؟ ما ينفعش ان هو يأدت في اي قسمتين طيب فاول حاجة قلنا ان التفويت ده هو مصطلح بيطلق على منح الحقوق والامتيازات التي تتيح لمستخدم وصول شرعي الى النظام طيب ده كده التفويت طب المصادقة المصادقة هي العملية اللي بيتم من خلالها لحديد المستخدم بواسطة نظام ادارة قعدة بيانات واسبات هويته لرؤية قعدة البيانات خلينا نشرح الكلام الكبير ده يعني حضرتك دلوقتي لما بتيجي تنزل مثلا على الجهاز بتاعك سوفتوير مثلا زي ادوب اكروبات ريجل مصر تمام السيستم الجديد للوقتي ان حضرتك بيجي الـ IT وينزل البروغرام ده عندك وبيبتدي بعد كده ان هو يحط مثلا الاميل بتاعك ان هو يدي لك انت ان انت تستعمل كمام حط الاميل بتاعك وقال خلاص ان الاميل ده هيدخل على ده بالطريقة دي وكتب السريع النومبر وكتب كل حاجة وزبط الثاني كمان البرنامج ده لازم يتأكد ان الاميل ده حضرتك اللي بتستخدمه فهيعمل ايه هيبعت لك كود نومبر على الاميل بتاعك علشان يتأكد ان الاميل ده صحيح وان اللي بيتعامل على الجهاز ده هو الولر بتاع الاميل فحضرتك هتكتب النومبر ده او الكود اللي هو بعته لك ده في الابليكيشن بتاعة الادوب اكروبات ريدر علشان يتأكد ان هو ده بيرجع تاني يعمل خطوة تانية اللي هو بيبقى عاوز يعرف رقم موبايلك علشان يتأكد من الشخصية دي علشان لو الاميل حصل فيه حاجة يبقى عنده تيرد بارتي يقدر يتعامل معي تمام فبيبقوا بعتلك كود تاني على الموبايل عندك بيتطب منك ان انت لتكتب رقم موبايلك وبعدين يقون بعط لك الكود ده على الموبايلك ثم انت ناقل الكود ده في نفس الصفحة علشان يتأكد ان هو ده الايميل الصحيح بتاعك وان هو ده الرقم التلافين بتاعك هو كده قدر ان هو يعمل تفويض ان هو ادالك القدرة ان انت تتعامل بالميل ده او ادالك الحق او الامتياز ان انت تتعامل بالاميل ده على اللايسنز دي وفي نفس الوقت اتأكد قدر ان هو يعمل المصادقة علشان يتأكد ان الحاجتين دول شغالين وان الحاجتين دول بدوعة كانت الايميل والتليفون ده تمام واضحة كده الحتة دي طيب نيجي بعد كده مرحلة المصادقة دي بتلازم تتم عن طريق حاجتين عن طريق يوزر نيم وعن طريق باسورد لو الباسورد ده حصل فيه مشكلة هو بيبتدي ان هو يرجع للثيرد بارتي ده هو واخده عشان يقدر يرجع لك فيهم يعمل فهو بيرجع لاما للاميل لاما للرقم الموبايل بتاعه فبالتالي وانا بعمل اي سيستم لازم يبقى عندي او ان انا وانا بحط السيستم ده على السيرفر عندي لازم ان انا اقدر اعمل الخطوات دي او يبقى عندي الاكسس ده على الجهاز عندي او على السيرفر عندي علشان ابتدي اتعامل في السيستم الصح ادي كده واحد طيب رقم اتنين الاكسس كنترول الاكسس كنترول دي يعني ضوابط الوصول طيب يعني ايه بقى اكسس كنترول انا كده دلوقتي اديت استلاحية وتأكدت ان انا لو انا عنده مشكلة ان انا اقدر من فين اتأكد ان الايميل ده بتاعه والموبايل ده بتاعه لو حصلت مشكلة في طريقة تانية ان انا اقدر ان انا اوصله به طيب ضوابط الوصول دي عبارة عن ايه هي طريقة من طرق اجراء ضوابط الوصول لنظام قاعدة البيانات هي طريقة لمنح او الغاء امتياز انت الدخول تمام تمام مين دي الاكسس ان هو يقدر يدخل يعمل الحاجة دي انا سيه مسلا انا مسلا عندي سيرفر بالضبط كده فول اكسس او ريد اندي انا دلوقتي مسلا عندي سيرفر هل انا كدوكيمنت كنترول ليه الفول اكسس على الدوكيمنت اللي قدامي او على الداتا اللي عندي ولا انا ليا المتد اكسس طيب لو انا ليا الفول اكسس هل في حد تاني ليه فول اكسس معي لازم يبقى معروفين مين الناس اللي هم اه بيسموهم ايه بيسموهم اد من على السيستم ومين الناس اللي هم ريد اونه طبعا على كل على اي سيرفر بتبقى موجود لازم يبقى فيه حتة كده اسمها شير في مكان موجود على السيرفر درايف مسلا كل الناس تقدر تخط الدوكيمنت بتاعتها وتشير الدوكيمنت بتاعتها دي ليه دي فايدتها ان هو لو حضرتك اا عاوز تبعد حاجة بالايميل بدل ما تبعد بالايميل ويبقى لود عندك على الميل على السيستم على السيستم بتاعت الميل والانترنت اللي بتشغالها عليه وانت بتقدر تحطها في جسئة على السيرفر لحد تاني بتقوله بتبعت له مثلا اللينك بتاعه وبتقوله شوف الحاجة دي الفوانية واخدها تمام او ان انت بتقدر ان انت تحط الداتا دي عشان تبقى شير لكل الناس التانية تقدر تشوفها في الشركة معك او في البروجيكت الجانب طيب هل في حد ليه اكسس وحد ملوش اكسس على الجسئية دي عالدرايف ده لأ الدرايف ده كل الناس ليها فول اكسس عليه تمام يقدروا ان هما يحطوا الداتا بتاعتهم ويقدروا ان هما يشدوها ويقدروا ان هما يعملوها دي لذلك الحاجة دي تبقى بس محطوطة فور تايم انت بتحط الحاجة بشكل مؤقت وبعد كده حد تاني بيدخل ياخدها وخلاص كده احنا مش محتاجينها حاجة اسمه الشير درايف ده تمام؟ طيب انا كدكيمنت كنترول عندي درايف انا بحط عليه الدوكيمنت انا مسلا بعمل سكان وبعد ما بعمل سكان باخد الحاجة دي بعمل لها رينيم وبحطها على درايف بتاع الدوكيمنت كنترول اللي هو شيرد على كل السيرفر بتاعي بس هو شيرد بليميت اكسس لكل الناس ان هي تقدر تعمل لها فيو بس انا بيبقى عندي فول اكسس ان انا اللي بشتغل عليه ان انا اللي بدخل الداتا عشان محدش تدخل بتعبير بعملي ديليت داتا بالغلب تمام؟ كل الموجودين معي في البروجيكت بيقدروا ان هما يشوفوا الداتا دي وانس ان انا حطه طرف مكان اوكي؟ فانا بيبقى عندي هنا ضوابط للوصول للحاجة دي طيب انا بقدر اعمل الضوابط دي بكزا طريبا ان انا بعملهم هم مريد قول لي مسلا وانا اللي ببقى خلاص انا عندي فول كنترول طب انا فيه جزء تاني انا مليش في عليه فول كنترول جزء مسلا الدراومنج مسلا اللي هي الناس بتبقى شغالة عليها اللي المهامسين بيقوش غالين عليها الجزء بتاع الجزء بتاع مسلا الحسابات جزء بتاع الحسابات ده مسلا ما بيبقاش حد عاوز يشوف اصلا اي حاجة عندهم الا الريبورتات النهائية وبيبقاش محتاج حد تاني من الدبارت من الدتانية يشوفوه الا مسلا البي ام تمام؟ فبندخل بقى في حاجة تانية اسمها ان انت محتاج مين يشوف الداتا بتاعك هي برضو تبقى اداة المفهوم الرقيقي للالية دي ان هي توفير الالية امان مرنة وقوية عن طريق اخفاء اجزاء من قاعدة البيانات عن مستخدمين معينين انا دلوقتي قاعدة البيانات بتاعتي موجودة على السيرفر في ديبارتمنت واحدة اللي ليها اه فول كنترول عليها تمام؟ بقية الدبارتمنت التانية هم اصلا ملهمش اكسس ان هم يشوفوها مش هم ملهمش فول كنترول عليها ولا ليهم كنترول عليها هم اصلا مش شايفينه يا هيدن لكل الدبارتمنت بقية الدبارتمنت تانية وفي ناس معينة هي بس اللي بتقدر تشوف الحاجات دي عندهم طيب انا كده حددت ان في جزء من الناس بيقدروا ان هما يقدروا هنا في جزء من الناس ان هما بيقدروا آآ يفيو الدياتا دي او ان هما ريد قولي الدياتا دي وفي ناس ما تشوفهاش كمان؟ فبالنسبة لي كده ان كده سيرفر عندي انا كملت كل بتاعته. عندي جزء انا محتاجة ان حد يقدت عليه جزء محتاجة ان حد يشوف بس الداتا من عليه جزء مش عاوزة حد يشوف اي حاجة من عليه. تمام? دي اهم تلات حاجات احنا لازم نتعامل فيهم في اي داتا موجودة عندي على سيرفر. طيب ايه كمان حاجة مهمة تانية ان انا اخد بالي منها وانا بتعامل على السيرفر. الباك اوب. الباك اوب اندي ريكوفيري. بالحاجات المهمة جدا ان انا يبقى عندي باك اوب بيتعامل بطريقة دورية. بمعنى ان انا الباك اوب ده يعني لو انا حصل عندي اي مشكلة لو دخل عندي فيروس بالغلط ممكن يبوز عندي كل الدوكيمونس الموجودة عندي. وانا بالنسبة لي لو مش حصل الدوكيمونس دي في مكان تاني سيكيور فانا كده انا واقع في مشكلة. فاحنا دايما عندنا هنا بالزبط النسخة الاحتياطية. فالنسخة الاحتياطية دي بتساعدنا في ايه؟ بتساعدني ان انا لو حصل اي دامج للسيرفر اللي عندي ان انا بعرف ان انا اجيب الداتا دي حتى مثلا لو باك لوج مثلا اسبوع. تمام؟ فاحنا هنا عندنا بتقول ان لازم يحصل بطريقة تلاتة اتنين واحد. حتى عنده فكرة ايه تلاتة اتنين واحد دي؟ حتش تجربها؟ طب بنسمع اي اختراحات؟ صراحيات كاملة تلاتة؟ لا. خلص هي مالهاش علاقة بالصراحات. احنا دلوقتي بنتكلم عالباكب. بس احنا خلصنا جزء بتاع الصراحيات. نتكلم عالباكب اللي احنا بنعمله لكل السيرفر اللي عندي بتاعنا او كل الداة بتاعتنا. ثلاثة اتنين واستاذ الاسلام ارم. تمام؟ ده في حالة ان انا هشتري كلاود. انما احنا بنتكلم عن طريقة المانيول البسيطة خالص اللي انت بتبقى مسؤول عنها. يعني موضوع ان انت هتعمل على حاجة زي كده محتاجة من الشركة او اتجاه للشركة ان هي بتعمل ده. انما احنا بنتكلم عن الحاجات البسيطة جدا اللي احنا ان انت كدكلمت كنترول تبقى مسؤول عنها وتبقى عارف ان دي حاجة مهمة ان هي لسم تعمل. قتلي باكا بقون اكسترنال هارت ديسك. استاذ محمد ميكي قرب شوية. اه لا مش ما مفيش اوفر رايد. استاذ محمد توهاني بيقول ثلاث نسخ ثم يتم نسختين. بعده ثم بيتامل ليها نسخة لا هي مش كده. ايوه اوتسايد. الزبط جده. البوينت بتاعت سري تو وان دي بتقول ان احنا لازم يبقى عندنا من اي حاجة مهمة ثري كوبز. كمام? التو باكا بدول لازم يبقى على هارت ديسك مثلا او على دي في دي او على اي شيرد درايف او حتى لو على وان درايف اي حاجة مثلا بتترفع عليها. لازم تكون ملهاش علاقة بالانترنت. مهم جدا ان الحاجة اللي انا باخد منها تكون بعيدة على الانترنت عشان ما يحصل لهاش اي اختراف. تمام? واحد منهم لازم يبقى اوتسايد البروجيكت اللي انا شغالة فيه. يعني انا مسلا لما كنت شغالة في القاهرة. فكان عندي ان انا بعمل اه وكلي. وكلي اه باكا بك اب. مسلا باجي اعملو مسلا يوم السبت الصبح يوم السبت الصبح يوOb ينسبت الصبح يبقى اللي حد ماء الدنيا بتبقى شغلط شغل muita chaffror. تبقى اخلصنا كل لودي يوم الخاميس بتبقى لسه السبت الصبحcık ما بدأتش دمشطان. فكننا دائما بناعمل بتاعنا. على بتاع السايد. اه مسلا ايه كل يوم سبت اتاكدة لاسبوع. نيجي بعدين كل شهر كل اول شهر بنقوم عاملين باكب تاني على بتاع الشهر ده المفروض ان هو ما يبقاش موجود في السايت. فقنا دايما نعمل الباكب الشهري ده المونتلي ده ونحطه على هارد ديسك ونبعثه الهيد اوفيس. يتاخد منه باكب في الهيد اوفيس. عشان دايما نبقى احنا متومنين. ان اللي قدر الله لو حصل اي مشكلة في السايت عندي يبقى عندي مكان آمن للداتا بتاعتي كلها في مكان بعيد عن السايت تمام. كمان? انت كمان مهم جدا ان انت قبل ما تاخد اجازة طويلة قبل ما تاخد اجازة عيد. اجازة اه مصي اف اي نوع من الاجازات دي. مهم جدا انت تعمل باكب قبل ما تمشي اخر يوم. وتحتفظ بيه بعيد عن مكان العمل. لان اللي قدر الله ممكن تحصل اي مشكلة وانت مش موجود الزميلك اللي تاخل يعمل حاجة اللي يداخل يعمل شغلك وانت مش موجود يعمل اي حاجة بالغلط هو مش واخد باله. يضيعلك جزء من الباكب بعد ترجع انت بعد كده تلمه من اول وقت. لو انت عندك الباكب لمدة اسبوع مثلا فانت عندك بس هتبقى مشكلتك في ان انت تلمي الشغل بتاع الاسبوع ده. انما لو انت بتعمله لاكتر من شهر او اكتر من كده هتبقى عندك مشكلة كبيرة جدا انت تقدر تلمي الدياتا في الفترة الزمنية الطويلة. فزي ما بنقول هنا الباكب بيتعامل تري كابيس وان اوريجنال في مكانها. بعد كده تو ادر كابيس بيتعاملو على هارد ديست برا او اي حاجة اكسترنال بعيدة عن السيستم. مالهاش اكسس على الانترنت. واحد منهم لازم يكون برا سايت بعيد تماما عن استخدامك. تمام? ايه كمان? الانتجرتي. مهم جدا في اي سيستم احنا بنعمله. للداتا عندنا ان هو يكون فيه تكامل. ان هو يبقى عندنا كل الدياتا بتاعتنا موجودة معمول لها update فقط واحد. ان انا ما بقاش منقصة اي حاجة. تبقى كل الديبارتمنت ماشي عليها نفس الرولز بنفس الطريقة. بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا مسلا اكون بعمل ريناميج مسلا للشوب درونج بطريقة او ريناميج للماتيريا بطريقة تانية. لازم نفس السيكونس اللي انت بتتدعه هنا لازم يكون نفس السيكونس بتاع بقيت الدوكيمينس تانية. بحيث ان انت لما تحصل عندك مشكلة لو تيجي تعمل على الحاجة اللي انت بتدور عليها. سيرش ده يبقى انت عادر ان انت توصله بسهولة. تمام? قادر ان انت تعرف ان انت آآ يبقى هو نفس السيكونس. تمام? فمهم جدا ان يبقى احنا عندنا تكامل في الشغل بتاعنا ويبقى عندنا آآ طريقة احنا مكملين بيها الشغل كله من اول الاخر ومفيش حاجة مختلفة عن التالي. فنحط القاعدة من الاول ومن اول ما انت بدأت او من اول ما بدأت معاك المشروع بتاعك وتمشي على نفس السيكونس لحد اخر المشروع. وبيلازم يكون السيستم بتاعك الى حد ما فيه جزء من المرونة ان انت تقدر تزود حاجة لو في حاجة قلعت لك في نص المشروع مثلا او في حد عنده داتا معينة فتقدر ان انت تتعامل بها في النص كده. تمام? طيب. اخر حاجة بنتكلم فيها اللي هي اسمها ايه? التشفير وفك التشفير. طيب. ده يعني ايه? التشفير وفك التشفير. انا دلوقتي لما باجي اكتب الباسورد بتاعتي مثلا على بتاعت الاتم مثلا الباسورد بتاعتك على الكمبيوتر. لو هو بيكتب لك الباسورد بتاعتك قدامك كده بعبارة عن كلمات او بعبارة عن حروف. فانت اي حد وراك هيبقى هو خلاص اعرف الباسورد الده. تمام? انما بتلاقي بتلاحظه دايما انت لما بتكتبها بتطلعها لك عبارة عن نقط. لان انت حافظها بس هو بيديها لك ان ايه نقط عشان لو فيه حد بيسجل او حد واقف وراك ما يشوفها ايش. فالتشفير ده مهم جدا ان ان انت تعمله في الداتا بتاعك. طبعا ده مهم جدا للسيستمز اللي احنا نتعامل معها. مهم كمان ان احنا ساعات بنعمل الكلام ده في الاقسال شيتس لو احنا عاوزين نشفر بيانات معينة موهودة في الجداول بتاعتنا او ان انا مثلا محتاج ان انا اعمل باسورد عشان الوك لدوكيمون دي بحيث ان هي محدش يقدر ان هو يوصلها ومحدش يقدر بالزبط عشان الاختراك او محدش ان هو يقدر يعدل في الداتا بتاعتك. فالتشفير دي حاجة مهمة جدا للشغل بتاعنا. مهم جدا ان احنا نرعيها طبعا احنا مش عاوزين ندخل قوي في تفاصيل السيستمز دي بس مهم ان انت تبقى عارف الدياتا دي او عارف الانفورميشن دي علشان لما تيجي تبني سيستم تبقى انت قادر التعامل مع الايتي بتاعك اللي بتعامل معك طريقة ويبقى هو عادر ان هو يوصل لك المعلومة. تمام? كمان الحفظ من الحرائق ومن السرقة ومن الكلام ده. ده بيساعدك فيه كل السيستم اللي احنا بنتكلم عنه ده. ده اللي بيساعدك ان انت ما تقعش يعني ما تخسرش اي دوكينونس عندك في المشاكل دي. اوكي? طيب في اي اسئلة في جزئية دي? طيب خلينا نكمل. الفايلينج نيم. دلوقتي احنا بنقولنا ان احنا الفايلينج نيم لازم يبقى عندنا اه فايلينج سيستم سابت على كل على كل الدوكينونس الموجودة عندنا. مهم جدا ان هو يبقى الفايل نيم ده يكون صغير يكون مترتب. اكون انا عاملة شيرينج للمعاني الابرفياشنز اللي انا حطاها في الفايلز بتاعتي ده. كمان مهم جدا ان تبقى كل الناس فهمة المعاني بتاعتنا دي. ولازم القلمانس اللي انا بحطها فيه تكون معروفة. طيب. عندنا شوية زوابط كده في الفايلينج نيم بتاعت الفايلز اللي احنا نستعملها. اول حاجة ان هي لازم تكون اه معروفة محطوطة مثلا بهدف. او تكون لها علاقة بالدوكيمنس بتاعتنا اللي جوه اللي جوه الفايل ده. تمام? لازم ان هو ما يزدش عدد الكاركترز بتاعت الفايل خمسة وعشرين حرف. حتى عنده فكرة احنا ليه بنحاول ان احنا نعتمد ان احنا نخليها قليلة بقدر الامكان في الفايل نيم بتاعتها? ليه احنا مش بنحب اللونج نيم بتاعت الفايلز? او مش بنفضل ان تبقى فيه اللونج نيم بتاعت الفايلز? حتى قبل المشكلة دي قبل كده? احنا عندنا مشكلة ان انت بعد فترة من الزمن بعد ما بتعمل فايلز كتير عندك فولدر جوه فولدر. في الاخر الويندوز في الاخر عنده لامت ان هو يقدر يفهم الفايل ده او يقدر يعمله قبيل. هيبقى موجود عندك هالسيرفر مش هتقدر تعمله باكا. هتلاقيه فترة كده بتيجي تنقله فمش بيرضل ان هو يتنقل. علشان كده بنقول ان احنا لازم ان احنا يبقى العدد بتاعت 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 اساميل الفولدرز والفايلز اللي جوه الفولدرز تكون بسيطة وتكون صغيرة وتكون مختصرة على القد ما تقدر. علشان بعد كده تقدر ان انت بتتعامل بيها بسهولة وتقدر ان انت تنقلها من مكان لما كان. طيب ايه كمان? كمان بنبدأ عن زي مثلا زي الاشباك مثلا زي الات الكلام ده. تحاول ان انت دايما تبقى الحروف بتاعت الفايلز بتاعتك بتاعت بتاعت الفايلز تكون ما بينها بس ما فيش ما بينها تماما. ما بينها دايش مسلا. او زي ما انت حابه. بس اللي انت هتستعمله من الاول يفضل هو ده السيستم اللي انت هتستعمله طول فترة المشروع. يعني ما ينفعش ان انت في اول مشروع بتبتقيها وبعد كده تيجي في نص المشروع تقول لا خلص مش عجبني هعملها درش. تمام? فمهم جدا ان احنا نفضل ماشيين على نفس السيكونس اللي احنا شغالين عليه. ونبعد عن 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 ونبعد عن علشان يبقى لما تيجي تعمل تبقى عارف ان انت تعمل بسوء. كمان ان احنا احسن لنا ان احنا نستعمل احسن من انت تستعمل تمام? وتبعد عن لان ان مسلا الاسلاش ده ما بيتقبلش مسلا في شوية في جزء من الفايلز ما بيتقبلش فيها الاسلاش. في مسلا الهايبرلينك مسلا ما ينفعش تستعمل فيه مسلا الشباك ده. ففي شوية كل الكاراكترز دي ما ينفعش انت تستعمل. حاجة تانية انا بالنسباني بعملها الفورمات بتاع الديت. انا واحدة من الناس اول ما بقعد على جهاز كمبيوتر او لاب او اي حاجة انا بستعملها لأول مرة. اول حاجة ان انا بدخل اعملها ان انا ادخل اعدل الديت اللي موجود الفورمات بتاع الديت بتاعت الجانس. بحيث ان هي تبقى واضحة بالنسباني في كل حاجة قبل ما ببتدي ان انا اشتغل في اي حاجة تمام. بحيث ان انا مجيش اشتغل مسلا في فايل اكسل هو شغال date month year. الا ايه بعد كده اشتغلت انا في حاجة تانية بقت month date year. انا كده هيبقى عندي مشكلة ان انا هبقى وقع في مشكلة ان انا مش عارفة ايه الستة دي هو يقصد بها ستة واحد ولا واحد ستة. فاهمين? فا يعني كتب في الجزئية دي ان انت تخلي مكتوب بالارقام والmonth مكتوب بالحروف والyear عادية. هو هيفهمها بعد كده. لو انت اتبعت ده في في كل بتاعك او في كل الكلام اللي انت بتتعامل فيه في الدوكيمنت بتاعتك او في الداتا بتاعتك. اللي على السيرفر او اللي على الكمبيتر هتلاقيها ماشية بطريقة سليسة جدا ماك بيحصلش اي ما بينك ما بين اي حد تاني. تمام? فمهم برضو ان احنا نحط الفرمات بتاع الديتس تكون مصبوطة وتكون موحدة ما تبقاش بتتغير من الوقت للتاني. مهم جدا في الرينام بتاعت الفائلز ان احنا نكون حاطين. لعشان اسهل على نفسي ان هو انا بدور. مهم كمان ان انا اقدر ان انا اعرف دي ان ولا او. علشان اسهل بتاعها. معودش كتير ان انا عوض افتحها او مضطر ان انا افتح الفائل بتاخد مني وقتها على الفتح. فبتاخد مني وقت طويل ان انا افتحها واحدة بص فيها هيديين ولا اول. طب انا وقت ما بتيجي انت هتسرش بتحدي اي حاجة تبين لك ال data دي باسرع وقت. تمام? طيب. الفايلينج اندكس. ايه هو الفايلينج اندكس? هكده اتكلمنا على الفايلينج اندكس. حتى عنده فكرة الفايلينج اندكس? السورت. فولدر استراكشور تمام. فولدر استراكشور تقييم الفولدرات. سلسلة منطقية. هي بالعرب اسمها الفاهرسة. فيها اسم ايها بالزبط فهرس او دليل لطريقة الترتيب بالزبط جدا. فهرسة المستندات. يعني ايه الفاهرسة بتعني نظام مرتب يمكن من خلاله تحديد المستندات والاوراق المطلوبة بسهولة للتخلص السريع من الامور العجلة او العداد. بمعنى ان انا عندي بيبقى عندي اندكس كده لكل اللي ها بتعامل بيها. تمام? هي مش ترقيل مستندات. هو اسمها فهرس. انا ببقى حطة الفولدرز اللي انا هتعامل بيها كلها من الاول المشروع لاخره. بقول ان هي دي اللي انا هتعامل بيها وما فيش وهيبقى فيه جواها ساب فولدرز بس ما فيش فولدرز تاني. تمام? ومن ضمن الفاهرسة دي احنا بنحط فيها بقى كل حاجة انت ممكن تتعامل بيها. تبقى واخدة كل دوكيمنس بتبقى واخدة ديجت بحس ان انت لما تيجي تدور او تكون واخدة نفس الدجت. بمعنى ان انا مسلا لو قلت ان بتحمل رقم واحد. اكي? فهتلاقي مسلا واخدة رقم واحد. فما فيش اي حاجة في الدوكيمنس او في الفايلز اللي موجودة عندي واخدة رقم واحد غير اللاترز مسلا. طيب هل هتختلف عندي من الصفت قبي؟ لا طبعا. المفروض ان هي تكون لازم الفاهرس اللي عندي موجود في الصفت لازم هو بالزبط هو هو في الهارد. الفايل اللي هيبقى رقمه 1.1 يبقى هو برضه في الهارد 1.1. ببقى برضه موجود في مكانه وبقى انا عارفة مكانه. ومن خلال الصفت اللي عندي ابقى انا عارفة مكان الفولدر ده او الفايل ده. الهارد جدا ان انت تعرف توصل ده ان لما يجي تعمل عليك هو عاوز يوصل لفايل معين من خلال شهة الاكسل بتاعك او من خلال من خلال السجلات بتاعتك هيبقى هو كده متأكد ان انت جدا وان انت عارف توصل الداتا بتاعتك من اي مكان. طيب. ده كده معنى الفاهرس تفتكروا ايه هي الهدف من انا اعمل الاندكسنج ده. هو ليه انا اعود اوجه عدماغي وان انا اعود ادور اعصر دماغي في كل الداتا اللي انا بتعامل فيها وكل الانفورميشن والدوكيمس اللي انا بتعامل فيها عشان اعمل لها اندكسنج اعرف اوصل له. سيف طيب تمام هايبرلينكس لا اعمش هايبرلينكس. بسهولة الوصول. بسهولة الوصول تطبق اصفت مع الهارت تمام. سيف طبيعي اصفت عديد اوصل. سيف طبيعي اصفت مع الهارت تمام. سيف طبيعي اصفت مع الهارت تمام. طيب. الهدف من الفهرسة او الهدف من الانديكسنج اللي احنا بنعمله ده. اول حاجة ان هو بيساعد في الفايلينج. لما انت بتيجي تعمل الفايلينج وانت عارف ان الورقة اللي في ايدك بتخطي فايل رقم سبع. هيسهل عليك كتير جدا ان انت تقضي تدور في الكلام اللي موجود قدامك في كل في كل السوبجكت او الموجودة قدامك. سهل ان انت تدور على رقم اكتر من انت تدور على كلامك. فده بيسهل عليك في ان انت بتيجي تعمل الفايلينج ان انت تعرف تلاقي المستعد اللي انت بتدور عليه بسهولة وانت تقدر تحطه في مكانه بسهولة وتقدر تسترجعه كمان بسهولة جمدة جدا. اتنين بيبقى زيادة كفاءة طريقة ان انت وانت بتعمل الفايلينج بتاعك. اولا هتعمله فقط قصير سنين هتعمله بكفاءة جمدة جدا. لان نسبة الخطأ بتاعتك هتعتبر ان هي مثلا زيرو لو انت بتدور على حاجة في الداتا دي او في الفاهرس ده مثلا بالاسم. اوكي. ثالث حاجة تحسين كفاءة عمل المكتب كله. يعني انت بالنسبة لك هيبقى ده. هيسهل عليك. كل الناس هتبقى عارفة ان الرقم ده بيمثل الدوكيمنت دي. ان اي حد بيدخل يدور ممكن يدخل يدور جوه الفولدر ده ويتوه جوه الفولدر بس مش هيتوه بره. هتلاقيه هو دخل في المكان ودخل ان هو قاعد يدور في الدوكيمنت ده جوه في نفس الفولدر اللي جوه بس في الاخر اعرف ان هو يوصل للفولدر بجوه. فسهل جدا ان انت تعمل مثلا او ان انت تدي اندوكشن من الدوكيمنت بتاعتك دي لو انت مسلا عامل مزبوط. وجالك مهندس جديد او جالك دوكيمنت كنترول جيد او اي حد جاي يشتغل معاكم في المصطف جديد هتبقى سهل عليك الوقت اللي انت هتقضيف ان انت هتقضيف في كل الدوكيمنت الموجود عندك اقل لان انت حاطتها بترتيب ومش هفيش حاجة هتروح من على بالك وهيبقى سهل انت تتعامل معها مع الناس اللي حواليك ومع نفسك. اخر حاجة علشان توضح المعلومات الاساسية المتعلقة باي موضوع. انا دلوقتي عندي في كل دوكيمنت عندي حاجات اساسية. عندي مثلا الاسكاديوالز. عندي مثلا البيمنت. عندي الكلوز اوت دوكيمنت. كل حاجة من الحاجات دي بتبقى هي عبارة عن فولدر كبير وتحت منه ساب فولدر ستاني. بس في الاخر كل ما يتعلق بالموضوع ده مالمون كله في مكان واحد. مش هتغلط تدور مش هتغلط تفتح اكتر من فايل. بتقول لا انا دروم بتاعتي كان في المكان الفلاني لا انا نحط بتاعها كان هناك كلام ده. هتلاقي كل ما يخص درومنج في فولدر معين. فهو ده الفولدر انت هتدخل بتبور فيه. تمام؟ طيب. احنا قلنا كده اساسيات نظام الفهرس. اول حاجة لازم يكون الفهرس بتاعي لازم يكون بسيط. علشان يبقى سهل على الناس التعامل معك. ويبقى سهل عليك انت كمان ما تبقاش معقد الدنيا قوي في القصة دي. علشان ما تبقاش التفاصيل تبوز لك الدنيا اللي انت عاملها. كل ما كان الموضوع اسهل وكان اسلس. كل ما كان الموضوع احنا انت احسن لك ان انت تفعمل. تاني حاجة الاقتصاد. السيستم البوسيت اللي انت عامله ده. اهم حاجة ان هو ما يكونش محتاج. وقت كتير ولا مساحة كبيرة. لان المساحة كبيرة هتطلب منك ان انت تحتاج قصة اعلى. انت هتحتاج بدل ما تبقى محتاج هارت ديسك واحد تبقى محتاج اكتر من كده. فانت بالتالي لازم يكون السيستم اللي انت حطه بتاع الانتكسند ده يكون اقتصادي جدا علشان تقدر تتعامل فيه. ثالت حاجة المرونة. لازم يكون مرن ويكون قابل للتعديل او للاضافة. بمعنى ان انا مثلا لو انا عندي لو انا عندي لو ظهر مثلا عندي داكمانس معينة في المشروع انا ما كنتش بتعامل فيها. لان ما يكون انت شايل لها مكان. معروف المكان بتاعها ده. في الداكمانس من اول اول ان انت تقدر تضف لها مكان تاني توجد لها مكان او تجيب لها ساب فولدر تحطها فيه. تمام? مهم جدا ان يبقى عندك السيستم اللي انت حطه ده يكون ماني. رابع حاجة الكفاءة. لازم تكون السيستم انت شغال بكفاءة انت مجربه. جربته اكتر من المرة اختبرته عملت عليه اكتر من السيستم انت مش ناسي فيه اي حاجة. كل الداتا موجودة فيه. كل الانفورميشن موجودة فيه. حطت الساب فولدرز بطريقة كويسة. عمل الساب فولدرز جوه جوه كل مين فولدر. بطريقة متشابهة بحيث ان اللي يدخل ما يحسش ان الدنيا متلخبطة ما بين الساب فولدرز دي والساب فولدرز التاني. فمهم جدا ان هو يضمن سرعة التشغيل بتاعتك ويبقى فيه حد ادنى من الكواليتي اللي انت شغال بك. تمام? رقم خمسة السلامة. لازم ان انت تحمي الساب فولدرز بتاعك. الفولدرز والساب فولدرز والسيستم بتاعك ده بطريقة تمام. بمعنى ان انت لازم تبقى حامي الحاجة بتاعتك بسوفتوير معين بالداتا معينة عندك. يعني حاططها في مكان انت في الاخر عارف ان انت تكنترول عليه. تمام? بعد كده رقم ستة التوافق مع النظام الملفات التانية. ما ينفعش ان انت تبقى انت شغال في وانت جايب الاندكس مثلا بتاع شركة مسلا ادوات ادوات مكتبية مسلا او شركة اسمه اي ده ادوات شركة ادوية مسلا. لازم يكون السيستم اللي انت حطه ده متوافق مع نوع الدوكيمنس اللي انت هتتعامل به. بتبقى الناس عارفة اسامي المين فولدرز وعارفة ان الساب فولدرز اللي تحتها عاملة زي فول تشارت كده انت قادر ان انت توصله ومالي اتنين ببعض عشان يبقى بالنسبة له الموضوع عصير. اخر حاجة اللابلز. لازم يبقى فيه لابلز واضحة وبتبين انا فين المين فولدر وفين الساب فولدر بتاعتي. فين المين فولدر بتاعي وفين الساب فولدرز بتاعتي اللي تحكيه علشان انا بقى فهمة او ان انا قادر ان انا نتعمل فيه. طيب. ده السامبل بتاعنا للاندكس بتاعتنا. تمام? خلينا كده نشوفه بطريقة او اسميهم كده. ده بتاعه. تمام? يعني هو ده يعني ده لازم شغال عليه. فانتو ممكن تقدروا تعملوا ده. ممكن لو حضرتك شغال في الشركتك. طريقة تانية ممكن في بالاخر نقود نتناقش فيه لو في حاجة ناقصة لو في حاجة زيادة لو في حاجة متشافين مش محدودة فمكانها動طενاء اول حاجة في reelえてqs لازم تكون يمكن دى اهم حاجة واكتر حاجة بتبقى موجودة في كل ال الى الشغلة الواء بنفتح ، بنلاقي فيه تحت منه اول حاجة هنا احنا قلنا طبعا اهم حد بيبقى عندنا موجود في اي بروجيكت اول حاجة client فاحنا دايما client بيندينه number one. تمام? في بعد كده consultant او اي حد عندنا او احنا شغالين معي بيعتبر بقى تحت بعدين. ده المين? ولو انت عندك اي سب بتتعامل معهم بعد كده ممكن تضفهم هنا. تمام? انتو كده شافين معي الشاشة بتاعتي صح? هاي جماعة حد شايف الشاشة? تمام? طيب. اول حاجة client. اول حاجة هنا بنيه نتعامل فيها بتبقى client. هنا بنقول ان هنا الاترز بتاعت من client للكونسلتن. بتبقى بتبقى هنا الاندكس نمبر بتاعها one point one point one. دي حاجة من client اي لاترز جاية من client للكونسلتن. بعد كده عندنا من client للكونتراكتور. بعد كده عندنا من client لأي حد تاني ممكن يكون ممكن تكون ممكن تكون ممكن يكون اي حد بيتعامل معايا. ممكن يكون مسلا حد من الجهات الخارجية برا اللي احنا بيتعامل معاهم. فده كده اول نرجع تاني هنا. للكونسلتنت اي بقى برضو ما يشيب نفس الكونسلتنت للكلاينت. بعد كده consultant للكونتراكتور. بعد كده الكونسلتنت لأي كونتاكت تاني. تمام? لاحظوا هنا ان احنا هنا ادينا المين فولدر ادنيناله نمبر وان بتاع الكونسلتنت. ايجي انا بعد كده كل تحت منه ادنيناله one point one. نيجي بعد كده الكونتراكتور ده بقى one point three. لو هو بيتعامل مع الكلينت فهيبقى اللاتر بتاعته بتاعتها one point three point one. لو بيتعامل مع الكونسلتنت هيبقى one point three point two. لو هو بيتعامل مع اي حد تاني يجريهم هما الاتنين هيبقى one point three point three. تمام? وهكزا. طبعا نفس القصر. طيب. دلوقتي انا لو انا عاوز احط هنا. انا متلع برضو كده شو ما ترشوه شو. لو انا دلوقتي عاوز احط بتاع الفايل. زي نطبق بقى اللي احنا اللي احنا كنا متكلم عنه. على اللاتر اللي احنا هنحطه جوه 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 الساب فولدورس دي. يبقى عامل ازي بقى? عاوزاكو كده تقدمو لي خطراحات لتاعت اللاترز مسلا. بتاعت من 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 الكلينت مسلا من من الكلينت لالكنسلتنت مسلا. يبقى شكل بتاعه ايه؟ محمد رمضان في حاجة كتير نقص عن كده. لأ انا مش قصدي على كده. انا احنا هنحطه جوه الفايل بتاع البيدي اف اللي انا عملتله سكان. هحطه جوه الساب فولدر ده. هيبقى بتاع شكله عامل السين. استاذ محمد عباس اسم المشروع وان بوينت وان بوينت وان بوينت وان موضوع المناسبة ده. لأ برضو. استاذ عبدالله. بس في حاجة نقصة برضو رقم المشروع المالك الاستشاري الرقم. في حاجة نقصة. كلاينت كونسلتنت لاتر رقم كاسب. تمام سيريال المستند. ايوا بالضبط سيريال المستند. يعني موضوع السنة ده يتحطه وما يتحطش اوكي. ممكن يتحطه وممكن ما يتحطش. بس احنا يعني بالفضل احنا ما نحطوش علشان نقلل شوية من عدد الكاراكترز بتاعت الفايل نام. الريفرنس اوكي. الريفرنس اوكي. خلينا نشوفه هنا. بص يا جماعة. عشان نكون متفقين. ان بتاع الفولدرز ده ده للفولدرز مش للفايل. تمام? يعني انا مفيش داعي ان انا اكتب 1.1.1 جوه الفايل بتاعي او جوه الفايل بتاعي. او جوه الفايل بتاع دawn جواب. تمام? دا احنا عاملينه للفولدرز. يعني الاندكس نامبر ده او الاندكس فايل ده. الميل فايل نفسها. مش للفايل نفسها بتاعت اللاترز. اوكي? فانا ما اكتب 1.1 جوه الفايل بتاع اللتر. فاحنا هنا بنتعامل ازاي? هنا اول حاجة قلنا لما بنيجي نعمل نعمل اي حاجة لازم اكتب فيها البروجيكت ريفرنس بتاع. وبعدين احدد اللتر ده من مين ل مين? واحط بتاع اللتر ده. وبعدين احط السبجكت. انا ليه بحط السبجكت في اللترز? هنت عنده فكرة? يعني انا ليه هنا بكتب في السبجكت بتاعي جوه الرينيان بتاع بالزبط عشان السيرش. بالنسبة لي السيرش بال يعني لو انا بسيرش في اللتر بدل ما ادفتح كل اللترز دي. انا هيبقى عندي سهولة الوصول جدا ان انا كده ممكن استغنى عن اللوج بتاع الكوررسبوندنس مثلا. ان انا كده اعرف ان انا اوصل للداتا بتاعتي بسهولة بالزبط جدا. فانا ده يعني دي اسهل طريقة انا ممكن اعمل بيها رينامين باللترز بتاعتي او الكوررسبوندنس عندي. انا احط فيها البروجيكت ريفرنس. الجواب ده جاي من مين? ريح لي مين? سيري النمبر بتاعه. السبجكت بتاعه. مش لازم تكتب كل السبجكت بتاعه او كل العنوان. حضرتك تقدر ان انت تكتب بس يعني حاجة مختصرة او تقدر ان انت تكتب مسلا اول ثلاث كلمات من السبجكت بحيث انت ما تجي تسيرش تبقى عارف الكونكوروجين ده بيتكلم عن ايه او اللتر ده بيتكلم عن ايه. كمام? او السبجكت بتاعه ايه? انما انا بالنسبالي في البروجيكت بتاعي انا بكتب السبجكت الحد الاخر. عشان لما اجي اسيرش في السبجكت معين او في موضوع معين اعرف اوصلي بسهولة ماتش تدور في الاكسلشيك بتاعه. كمام? ده كده اول حاجة في دي واضحة? ولا محتاجة ان انا اقول فيها حاجة تانية? واضحة بالنسبالكو كده اول حاجة في تمام? طيب. تاني بالنسبالنا احنا بنتعامل فيها دايما ومهمة جدا ان هي تبقى موجودة من اول البروجيكت الكونتراكت دوكيمتس. الكونتراكت دوكيمتس المهمة جدا اللي بيحصل عليها في اول المشروع. لازم يحتفظ بها في مكان لانه كل التيم بتاعه هيتعامل في نفس الدوكيمتس تيم. فاول حاجة هنا في الساب فولدرز الموجودة عندنا هنا الكونتراكت اجريمت. انا طبعا عندي كنتراكت دوكيمتس كتيرة جدا. التسعة دول اهم دوكيمت كنتراكت انا لازم احتفظ بهم او يبقى لهم فولدرز عندي عشان احط الداتا بتاعتهم جوا. طبعا اول حاجة كنتراكت اجريمت. سكوب فورك. دلوقتي انا بالنسبالي انا كده كل البنزلاين هو البنزلاين هنرجع نكتبه تاني في حتة تانية او هنرجع نحطه تاني في حتة تانية علشان هنبتيج نعمل عليه ابديت. بس دي الدوكيمتس اللي انا بسترمها في اول المشروع من الكلينت او من اخدها مسلا من الكلينت وهي ممضية وتأكد ان هي ممضية وان هي مخطومة بخيط موريجنال وان هي معمول لها معمول لها سكان مزبوط في كل حاجة هي موجودة صوفت و هارد كل الديتا دي لازم تبقى موجودة هنا وتبقى انت متأكد من مكانها وبتعمل عليها ابديت اول باود ان هي موجودة عندك ومش نقص منها حاجة تمام? بيزيد عليها شوية الادندمس بعد كده بتبقى موجودة بعدين في المشروع تحط برضو من ضمن الكنتراك داكيمتس علشان تبقى سهل ان الناس تعرف توصل لها. نيجي نتكلم بعد كده على البروجرامز او على الابديت اسكاديوار. البيزلي اسكاديوار طبعا ده اول حاجة اللي حين ناخدها من الكنتراك داكيمتس بنحطها هنا للمرة التانية علشان تبقى موجودة عندنا بسهولة واقدر اتعامل بها. بعدين بيبقى عندنا نوعين من الانواع الفكتات اللي خاصة بالبلانيج أو اللي خاصة بالسكاديوارز. عندنا اللي هو مثلا او او زي ما انت مشافين عن状 شامل عاميل زي عندكم في بروjeكت. يبقى عندنا سكاديوار. سكاديوار دا بيبقى عبارة عن سكاديوار بياخد الاكشوال اللي بياخد اللي هو عمله في اول المشروع بيقرنوه بالاكشوال اللي بيحصل عليه ابدات كل شهر. فبتلاقي كل شهر عندك اتنين لوكهيد سكاديول وعندك واحد بتاع اللي هو المنتلي ابدات سكاديول ده. الاتنين دول طبعا انت هنا بتحاول في اول المشروع انت ادخل قاتك اول باول بحيث ان كل حد بيسأل على الدوكيمونز بتاعته يلاقيها موجودة. دي لو كانت جاي مع فانت بتحط الكافر في وبتحط الكونتينت في الداتا بتاعتك هنا بحيث ان هو يبقى سهل ان الناس تراك الدوكيمونز بتاعتها في مكانها الصحيح. بعد كده او 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 يبقى عندي هنا دي بتنقسم الحكتين. الكونسولتينت والكونتراكتور. هنا كل ما يخص بقى الاجيزيش والشارب والآآ وايه تاني والسايت فاسيليتي والسكاديول بتاع والاودت سكاديول وكل ما يخص كل الحاجات الادارية اللي خاصة بالبروجيكت عندي. تمام? السايت فاسيليتز هنا دي اللي بيبقى موجود فيها السايت بلان والشكل الشكل المشروع بتاع الموبليزيشن بتاعك شكله عامل زي بلان فات موبليزيشن لو في عندك اكتر من بلان وحصلها عليها تحط كل بتاعتنا هنا عشان تعرف تروسلها بسهولة وترفت كنترول الدوكيمينس دي. تمام? نفس القصة برضو في الكونتراكتور برضو بتحط بتاعت الكونتراكتور بتحط السايت بتاعته ازا كان هو في عنده حاجة خاصة بالموبليزيشن او عنده برضو حصل عنده اي افديت بتحطها هنا دي برضو باقي الدوكيمينس كل ما يخص الادمينستريشن بتحط في الفولدر ده. نيجي بعد كده للساتينج اوت. ده بتبقى عن شوية بتبقى موجودة من اول البروجيكت عندك. بتبقى شوية عبارة عن اه بتتحط هنا زي مسلا اللي هي الحاجات بتاعت يسموها ايه اللي هي بتاعت التربة وبتاعت الريبورتس بتاعت التربة وبتاعت السويل وبتاعت الكلام ده كله. بيتحط هنا لان دي بتبقى حاجة تكنيكا الاوي بيستعملها المهمسين في اول المشروع. فكل ما يخص بتتحط في الفولدر ده. وكل بتتحط هنا عشان لو الناس حابة ان هي تعمل عليها موديفيكيشن او ان هي توصلها تبقى عارفة ان هي توصلها بسهولة. نيجي بعد كده للمانس او ميتين. لو احنا عندنا كام نوع مانس او ميتين في في البروجيكتز؟ بالزبط. ده اول واحد كيكوف ميتين ده برافو عليك. تكنيكا الميتين بالزبط. كوردنيشن. ما هو كوردنيشن بيبقى عبارتو بيعتبر ان هو تكنيكا ميتين. اول حاجة عندنا كاكوف ميتين ده اول ميتين بيحصل عندنا في المشروع تماما بيبقى هو اللي بيبقى متفق عليه كل حاجة من الالف اللي ايه. بعد كده بيحصل عندنا بروكروس ميتين. ده ممكن يكون منصلي ممكن يكون ممكن يكون ويكلي على حسب الاتفاق في في ميتينز اللي عندنا. هي عندنا ميتينز اللي بيعملوها الناس بتاع الكميرشن اللي هما زي الناس بتاع الـ والكونتراكت والكونتراكت والناس دي اللي بيتخصوا في اللي بيجنقشوا فيها الامور. فيه بعد كده تاني في بعدي كده اقدر ميتن لو في حد بقي بعمل ميتن معينة كل فترة معينة بيعملها برضو بنحطها هنا طбعا لو انا توضي انت في المكان ده. ايه لو انا طلعت حتى المنس دي. دايما التقيمة كنترول بيقوله ان ما ينفعش اننا يبقى عندي ملهاش فولدر او ان هي ملهاش مرجع او ملهاش انا هقدر ارجع لها بي. فبالتالي لازم انا دلوقتي المنس في ميتينج دي. انا ببعتها زي لو ببعتها بالميل فانا ممكن احط الكوفر الميل بتاعها. لو انا ببعتها عاصلا بالميل احط الكوفر بتاع الايميل في الكوريسبوندنس وحط المنس نفسها هنا. او احط الايميل المنس في مع الايميل. وتفضل برضو موجودة عندي هنا معمول لها هنا عشان يبقى سهل ان انا وصل له. طيب لو انا ببعتها باللاتر برضو بيتحط اللاتر مكان اللاترز. بيجي هنا بقوا من انا عاملة اا شايلة فاصلة منهم المنس بتاعتي. وحطها هنا ومدي لها سيريال نومبر بحيس ان انا اجي بعد كده اعرف السيكونس نومبر بتاع المنس اللي جاية انت. تمام? بالزبط في برضو بالزبط يقصد اهام. ندخل بعد كده في البيمنت. احنا عندنا نعين من البيمنت. عندنا اي بي سي وعندنا اي بي سي. الاي بي سي ده الريكوست اللي بيبعته الكنتراكتور للكونسولتانت ده اللي اعتمد اسمه اا انترم بيمينت سرتافيكت. تمام? فيه بعد كده لما لما خلاص الاستشاري بيعتمد له البيمنت ده وبيبتدي طلعها للكلاينت عشان يعتمدها بتبقى اسمها انترم بيمينت ابليكيشن. تمام? هو خلاص خلاصها مضى عليها اعتمد فيها شوية كميات وطلعها للكلاينت علشان يعتمد. تمام? فانا باحتفظ بالبيمنت اللي انا باسترمها من المقاول في المكان ده. واحتفظ بالبيمنت اللي طلعت من عندي للكلاينت في المكان التاني في الفولدر التاني ده. بحيس ان انا اقدر ان انا اوصل لهم. تاني عندنا. عندنا بعد كده عندنا نوعين من الوردر. عندنا وعندنا وعندنا خلاص واعتمدت. وبعتت للكلاينت. تمام? فانا عندي اول حاجة. الانشييشن ده اللي هو بيبقى الطلب اللي بيبعته المقاول وهو تحت يعني تحت المراجعة او تحت الديسكاشرز. تمام? اللي يبقى الزواج اللي يبقى نونس. فيه بعد كده بيبقى اللي هو خلاص اتعمله او اتعمله فول وخلاص المفروض انه هو مفروض انه هو خلاص كده يتبقى للالاعتماد. فده بيبقى في الفي اوز. طبعا دي بتختلف من من شركة لشركة باختلاف ان حضرتك شغال مقاول او شغال كونسلتن. فطبعا بيختلف عندك الترتيب بتاع الفولدرز ده. قلنا ستب فولدرز زي ما احنا عارفين انها بتبقى تقدر ان انت هتتحكي فيها زي ما انت عاوز. من فولدرز برضو بتقدر تتحكي فيها زي ما انت عاوز. بس ده يعني ده يعني المتعارف عليه في الشركات في الشركات الهنسية او في البروجيكت بتاعت الكونستركشن. بعد كده هنا بنتكلم عن الكليمز نوع رقم تسعة. بعدين عندنا عشرة الكونتراكتور بروغرس ريبورتز. احنا اتفقنا ان احنا عندنا البروجرس ريبورتز بتسلم كل شهر من الكونتراكتور للكونسلتن. الكونسلتن بيطلع برضو ريبورتز تانية بيسلمها للكلاينت عن المشروع وعن التطور اللي حصصوا المشروع خلال الشركة. تمام? نيجي بعد كده نتكلم عن الكونتراكتور ديلي ريبورتز. ده هي هنا التقرير اليومي اللي بيبعثه المقاوي لكونسلتن بيشامل حاجتين. شامل المنباور الموجودة عنده في البروجيكت. لازم ان هو يبعثوه لك كل يوم قبل الساعة 12 علشان تقدر ان انت تشيك افضلع فعلا كلامه ده مزبوط ولا مش مزبوط. تمام? نيجي بعد كده. لما نيجي نفتح الدوكيمنس دي او الفولدر ده بيلاقي تحت منه الموجودة عندي دي. تمام? الساب فولدر دي بتبقى عبارة عن ايه? عن ال الى اللي انا بتعامش فيها. بيبقى عندي هنا ستركشور, الاكتريكال, ميكانيكال, اركتكتشور, شيو تيكنيكال, كل الحاجات دي. لو لاحظتوا هنا ان الساب فولدر دي بنفس الترتيب في كل الدوكيمنس التكنيكال اللي احنا هنشوفها بعدين. تمام? نيجي بعد كده. لو فتحنا ده هنلاقي عندنا هنا حاجتين. الانكامنج ده الداتا اللي لنا اللي جالنا. انا استلمته واسكنته. بس هو كان لسه ناقص عليه لسه ما حصلدوش. لسه المهندس اللي عندي لسه ما اعتمدوش. تمام? لما المهندس عندي بيعتمدوا. انا ببعطه للكنتراكتور علشان يستلموا. وهو خلاص بيستلموا وبيديني الاستامبل اللي عليه. بقوما انا مسكنه تاني وحطه في الاوت جوينج عشان كده ابقى عارف ان هي الاشيو هنا عندي بالنسبة لي خاصة ومعنديش. بعد كده. تمام? فالسيكمنز ده هنلاقيه موجود في كل التكنيكال دوكمنز اللي هتقابلنا بعد كده. في دوكمنز تانية برضو احنا بنتعامل فيها اللي اسمها سايت انستراكشنز اللي بيطلعها الانجنير بيطلعها للكنتراكتور. اذا كان هو شايف عند اي مشكلة في السايت فبيطلع حاجة اسمها سايت انستراكشن. برضو بنعمل لها سكان وبندخلها تحت الفولدر ده. في بعد كده هنا ريكوست فور انفورميشن. طبعا احنا عارفين طبعا كل انواع الدوكمنز دي او احنا نسا هتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد ان شاء الله. زي ما قلت لكم كل الساب فولدرز هنا كلها نفس الساب فولدرز. تمام? باختلاف الرقم بتاع الفولدر هنا الاساسي. المين فولدر. هنا خمس 16 هتلاقي 15.1. هتلاقي هنا مسلا دي 16 هتلاقي 16.1. طبعا دي احنا اختلفت هنا عشان الرقم المين فولدر هنا فوق تغير. وهنا نفس برضو بتاع التكنيكال بسابلنز. نفس الخصة. دي حاجة بيستعملوها الشركات مع السايتس. لو انت بتبقى محتاج ان انت هتتخاطب الهات اوفيس عندك لازم يكون فيه نوع من او نوع من اللي لازم انت بتتعامل بيها مع الهات اوفيس بتاعك. تمام? فدي كالطريقة من ضمن الطرق اللي احنا بنعمل بها الهات اوفيس. لو السايت عاوز يبعد حاجة الهات اوفيس بيعمل حاجة اسمها ميل ترانس ميتل ريكورد او ميل ترانس ميتل فورد. بدي لها رقم وبيدي لها سيريال وبيبعتها وبيخط عليها كافر كده وبيقول ايه حاجات اللي هو رفقها مع الهات اوفيس بي conquered.. ممكن تكون وقود ممكن تكون ما , مكن تكون الهات اوب بتاعك اي حاجة من الحاجات دي. عشان انت ما ينفعش تتعامل مع ان دي حاجة الهات اوفيس بتاعك اللاتر ولا ينفع تتعامل عابل فاكس بي حاجة راها هارد فاحن دي فورد نبتعملها ككافر لاتر عشان يستريمها منك الهات اوفيس ويبق فيه عندك في الحاجات الوسطلة. تمام? فيه بعد كده هنا اللي احنا بنعملها شهريا بنحطها هنا طبعا الترتيب بتاعها ويبقى بالشهر. فيه بعد كده هنا عندنا احنا عندنا تحت انواع من بنعملهم في اول حاجة وبعد كده واخر حاجة التست اللي بتحصل في البروجيكت زي التست اللي بتحصل بتاعة الكهربا والميكانيكال والحاجات بتاعة البرورين الكلام ده كله. كل التست دي بتبقى محطوطة عنده السافولدرز دي. فيه بعد بعد كده عندنا هنا تكنيكال كنترول لو فيه عندنا تكنيكال بتبقى موجودة عندنا بصفة دورية في البروجيكت بتتحط تحت السافولدر ده. وهنا عندنا الاسفلت دروينج بيتحط فيها كل الاسفلت اللي متقدم. هتلاقوها برضو بنفس بتاع اللي احنا عملنا بيه من الاول. هنا فيه بعد كده الاند ام مانيوالز بالبورانتي. تبقى موجودة في كل بروجيكت. تبقى موجودة في اخر البروجيكت. بتبقى عبارة عن ان هو المانيوالز بتاعة بتاعة السيستمز الموجودة في المشروع. فلازم يقدموا في لها ودي لازم تبقى كل الدوكيمينس تبقى موجودة بيبقى فيها بيبقى فيها بيبقى فيها بيبقى فيها كل الحاجات دي. فكل الدوكيمينس زي ما بتبقى موجودة وحاجاتك بتستلمها عشان تسلمها في اخر المشروع مع دوكيمينس لازم برضو تحتفظ بها كدوكيمينس عندك لعن او عسى ممكن تحتاج لها لاي وقت في المشروع. تمام? هنا عندنا دي الريبورت اللي احنا بنقدمها في اخر المشروع تماما وحنا بنسلم الدوكيمينس النهائية. طبعا هي بتتسلم عن طريق بس انا برضو لازم احط الريبورتات بتاعتي دي وسطة الحدفين في المشروع. برضو بيبقى لها ساب فولدرتين. وهنا برضو بنفس السيكونس بتاع السابلينس. بقى ان ايه هنا كده ساب كونتركتور ابروفل. انا عندي مقاول باطن وانا محتاج ان انا اعتمد مقاول باطن. فانا بيعتمد على الطريقة دي بتحط فيها هنا كل بتاعة ساب كونتركتور ابروفل تبقى موجودة في نفس الفولدر ده. اخر حاجة الاكسدن تريبورت اللي قدر الله يعني لو حصل ان احنا عندنا في البروجيكت اي اكسنت حصلت. بتحصل اه بحتفظ بكل ما يخص الاكسدن في المشروع في المكان ده. بيبقى بس الاكسدن مش عملهاش علاقة بس بالاشخاص ان هو لو حد تجرح او حد بعوه مقدر الله حد ميت ولا حاجة. بيبقى برضو لو حصل اي مشكلة الاكوبمنت مسلا اه صحي هو لو في عندهم مشكلة لو في اكوبمنت اتخبطت حصلت حادثة في المشروع اي حاجة من الحاجات دي. كل دي بتعتبر تحت الاكسدن تريبورت وبتتحط الريبورت بتاعتها هنا بتتسلم في خلال 24 ساعة وبتتحط الدوكيمونت بتاعتها هنا. دي طبعا منهاش ديسابلن لان هي بتبقى طالعة زيها زي اللاترز. ولازم يتاخد اجراء وقائي لكل الهاتف يعني كل حاجة يحصل لك. الموضوع ده. والاجراء الوقائي اللي اتخذوا بالتالي احنا بتخلي دايما فيه فولدر اسمه ازرز. بس احنا ممكن تكون في حاجة انت عندك بتاعك. احنا ما اشتغلنا هيش او حاجة مش شبعي الحاجات دي. فبالتالي احنا بنخلي دايما فيه فولدر اسمه ازرز. لاي حاجة تانية انت محتاج ان انت تدخلها جوة الفولدرز دي. انت بقى عاوز تعمل اكتر عندك معلومة تانية. محتاج ان هو يعمل لحاجة تانية ممكن تحطها تحت ازرز اه ممكن تسمي فولدرز تانية. بس هو ده الاساسي اللي عندنا. تمام? طيب. نيجي دلوقتي هنا للفايلين بتاع التكنيكال داكيمنت مساء. احنا قلنا ان احنا بالنسبة للاترز. احنا خلاص هنتعامل في اللاترز ان هي ملهج ديسبل. بالنسبة للتكنيكال داكيمنت بيبقى بالنسبة لنا هنا اسهلنا ان احنا نجدل البروجيكت ريفرنس. وبعدين الدكيمنت نوع داكيمنت دي ايه. هل هي ماتيريال هل هي تي دي. هل هي ايه ايه نوعها. بعدين بتاعها ايه نوعها برضو. بعدين تكتب بتاع الدكيمنت. بتاعها. يفضل انت تكتب الاتريكات الداتا دي. علشان تقدر ان انت تعمل لها طيب احنا ما اكتباش بتاع الدكيمنت دي. احنا ممكن نقع فيها. حد عنده فترة. لو انا احملت موضوع الان والاوت دا. وتعاملت بس حد السيكونس بتاع ريفيجن. ايه اللي اخبطة اللي ممكن بتحصل طب هتحصل من فيني ارساسة امي ما تحصل من فيني الربلسمنت فايلز. انت هترتب وما تحط كل واحد في مكان. خلط الموضوع. بص انا هقولك على حاجة. وارد ان انت في نفس اليوم يعني انا بالنسبة لي. بعمل سكان اليوم كله. انا عندي حاجة اسمها اا فولدر انا ما عمل عليه سكان بتاع اليوم كله. بحتمز الفولدر ده بعمل السكان بتاعي النهاردة. النهاردة مثلا يوم تلاتين سبعة. ايه ما الصبح فتحه فولدر اسمه تلاتين سبعة على السكان. تمام. بعدين بابتدي اعمل كل السكان بتاعت الدوبينة. على اخر اليوم بعد ما بخلص الدكوينس بابتدي اعمل لها النام لكل الدكوينس بابتدي تمام. الان والاوت. وارد ان انت في يوم الايام ان انت فيه data او فيه information او فيه فورم تدخلك النهاردة. تطلع في نفس اليوم. تمام. لو انا مثلا دخلي ماتيريال معماري رقم 6 النهاردة. وهي رجوها في نفس اليوم وخلصوها عشان كان الموقع واقف عليه. فهتبقى عندك ماتيريال معماري رقم 6 إنوا قوت هما الاثنين بنفس الاسم وواحدة هتبقى رقمها والتاني مكتوب عليها الاثنين. فهيسهل لك اكتر ان انت تبقى عارف ان دي يعني دي هي اللي دخلت لك دخلت لك في تاريخ هذا. والتاني قوت ان هي دي اللي طلعت من عندك النهاردة وهي خلاص كده حصلها واتسلمت للمال. تمام? ده وارد ان هو يحصل لك يعني انا مش بتحصل الكيس دي كتير لانها قبل ما بنسلمها اصخم بيكون هما قبل ما يبوصوا فيها ويبوصوا فيها تاني يوم. بس وارد انه يحصل مسلا في الانسبكشنز لان الانسبكشنز حاجات بتخلص في نفس اليوم ما تجعلها بتحلص في نفس اليوم واحنا قلنا ان احنا عاوزين نعمل يكون شامل كل حاجة ما يكونش بيتغير ويكون على كل حاجة. تمام? حاجة ده خلصنا بحاضرة النهاردة. ديك هتاخر حاجة في جزء بتاع تمام? حد عنده اي اسللة. كده احنا طبعا من النهاردة. مفوت في جزء تاني هناخده بس احنا كده الوقت سرقنا مش انه هو يضبك احنا كده نرده على احنا كده. اشتركوا في القناة واقع. آآ يعني ايه الطريقة المناسبة? معلش مش فهمة. يعني حضرتك شغال في هيد اوفيس وعندك ناس شغالة في الموقع? عشت استزاحة بس اوضح سؤالك لان انا مش فهم سؤالك. هو الافضل في الحفظ الترقيم ولا الاختصارات? يعني بص الطريقة اللي احنا عاملينها بتاعت الاندكس دي هي شاملة الاثنين. في الفولدر حضرتك بتكتب الرقم بتاع الفولدر وبتكتب اسم الفولدر ايه? طبعا انا هنا كتب الاسماء بالكاميرا علشان تبقى واضحة لكل الناس وتبقى الناس كلها فهمة احنا بنتكلم عن ايه. انما لو حضرتك شغالة على system فحضرتك ممكن تعمل فايل صغير كده زي word مثلا. وتكتب فيه الاختصارات بتاعتك اللي بتتعامل فيها في الاندكس فايل بتاعك. وتقول ان الاختصار ده بيشرح الحاجة فلانية دي. تمام? آآ وتقدر تستعمل الاتنين مع بعضين. مثلا بده ما تكتب كل correspondence دي تقدر تكتب c or فهيبقى مفهوم ان هي دي correspondence. اوكي? آآ بالنسبة للآآ للرينامينج بتاع الفايلز ونفسها اللي انت عامل لها سكان الفايل بتاعت نفسها يفضل ان انت هتبقى عاملها اختصارات وبلاش الارقام لان الارقام مش هتبقى مفهومة لان انت الرقم الوحيد اللي مفهود بتركز عليه هم رقمين. رقم الريفجن ورقم السيكوينس نمبر بتاعه. تمام? فلو حطيت ارقام تانية زيادة هتبقى فيه لاخبطة انت مش عارف الواحد ده رقم السيكوينس نمبر ولا رقم الفايل نمبر. تمام? هو انا كدكيومنت كنترول مسؤول عن الكوريت ال اي ارز والم اي ارز. آآ حضرتك مش مسؤول عن الكوريت تماما هو حضرتك بتبقى مسؤول ان انت تراجع الكوفر بتاع الدكيومنت دي. وهي طبعا. تمام? في ناس ثانية بتخلي فيه دكيومنت كنترول مسؤول ان هو يعمل ال اي ار بس برضو مسؤوليته بتقف عند ان هو الكوريت الكوفر مالوش علاقة بالكنتنت اللي جوه. المفهود المهندس يجيب لك كل كامل الكنتنت الموجود بتاع الدكيومنت وبيدي لك ال اه وبيدي لك كل الكنتنت بتاعه. كل ما على حضرتك ان حضرتك بس بتعمل الكوفر بتاعها وبتقدم سيكونس لكل حاجة. ممكن ناخد ان الموجود ده ممكن طبعا. اكسترنال هارد لكل موقع. اه طبعا لازم يكون في اكتر من اكسترنال هارد لكل موقع لان انت في نهاية البروجيكت بابتبقاش مش بيكافيك هارد ديسك واحد. ومحتاج اكتر من هارد ديسك. هل تساعد برامج ادارة البيانات زي الاكسس او ريرو في برامج ادارة البيانات استخدام او ميزة في ادارة بيانت مشروع? طبعا هو دايما الاكسس بيبقى احسن من الاكسل بس بيحتاج حد يكون بيتعامل مع البرفشن الاكتر. يمكن الاكسل بالنسبة لنا بيبقى سهل في التعامل والاكوشنز بتاعته بتبقى سهلة بتبقى بسيطة بس الاكسس بيبقى محتاج داتا بس كديرة فانت يفضل انت لو انت بتشتغل على الاكسس السراحة. او لو في بلاتفورم تاني انت بتارف تشتغل عليه? اه ما لها الاس او ار او الان سي ار. انا زي ما قلت لحضرتك ده السامبل بتاعة الكونسولتانت. ممكن يكون في ان سي ار مسلا ان احنا بيتعامل فيها بتعمل لسا فولدرز بوحدها تانية. مع سايت انستركشنز او سابرات من سايت انستركشنز. فايلينج ماستر بلان. مالش اللي تاخد باسم ديسي انا مش فهمة مالش مش فهمة سؤالك. انا هعمل لها هحط الفولدرز دي هعمل لها وهحطها على الخطابات المتبادلة لنفس الخصوص هتكون نفس الاسم ولا التغيير لها احترافي. لا لازم تكون بنفس الاسم عشان لو حضرتك بتدور على نفس السبجيك لازم تعرف توصل لكل اللتر او اللي كان بتتكلم على نفس السبجيك. فيفضل ان هي ما يتغيرش السبجيك بتاعتها. بس طبعا هي بيتغير الديت وبيتخير مين باعت الفايل هينزل فين? هحطه على الجروب بتاع بتاع الواتساب وحطه على الجروب بتاع الفيسبوك ان شاء الله. ما هي الطريقة المناسبة لاخذ الباكب من المناسبة في المواقع وانا شغال في الادارة. بصة هقولك عن حاجة هو المفروض ان هو بيعمل باكب بويكلي زي ما انا قلتلك بيعمل باكب بويكلي على الهارد اللي معي. وفيه هارد اكسترنال مع حضرتك طول الشهر. وبتدهوله يوم واحد في الشهر يبنقل لك عليه الباكب. ويرجعه لك تاني. تمام? وحضرتك بتاخده تنقله على السيرفر عندك في الهاج اوفيس علشان ترجعه له في كل مرة فاضي مع لهاش الداتا القديمة. او عليه الداتا القديمة اخر داتا قديمة عنده بالنسبة له علشان هو ينقل لك عليها الداتا فما تاخدش ما يعطي ينقل. الداتا بتاعت من اول السنة مسلا او من اول البروجيكت لحد الفترة دي ينقل بس جزء بتاع الشهر ده. حضرتك ممكن تتفق معاهم ان يبقى عندك يوم في الشهر انت بتبعط له الهارد ديسك فاضي او الهارد ديسك عليه اخر باكب بحيس ان هو يحط عليه الباكب ويبعطه لك تاني يوم. بس حاول بقدر الامكان ان انت متسبش الهارد ده موجود كتير في السايت علشان ما يحصلوش دعمج او اي مشكلة. هل طبيعي اسلم الاستشاري نسخة من اللي عندي بعد الردود البيدي اف? والله يبصوا هو ده مش طبيعي بس في ناس من الاستشاري ما بيحبوش ان هما يتقابل نفسهم ان هما يعود يعملو سكان تاني بيقولك انت كده كده انت كده هتعمل سكان. فدي بتبقى حاجة ما بينك وما بينه والله هو دنيا ما بينكم ماشية بيس ولطيفة هتديله الاسكان اللي عندك انت كده كده هتعمله النفس. انت مش بتديله حاجة زيادة او مش بتعمله شغلانة مخصوصة عشان. بس بتاع ده بس طبيعي ان هو كل واحد بيعمل الاسكان لوحده عشان تلافق الاخطاء اللي ممكن تكون متكررة. ممكن حضرتك كم اول تقع في خطأ مثلا او تسكان حاجة بطريقة غلط او اه انت امت مسلا جزء من الورق. فالغلطة دي هتسمى عنده لو هو مش بيراجع بس ده برضو بيرجع للطبيعة اللي علاقة ما بينكم وعملاء ازاي? يا جمال انك الحضور هيبعثوه مش هارف التوزعلانين دي حضر هيبعثوه الادمن هيبعث لك منت الحضور. ينفع قدمك حاجة كواليتي كلها مع بعض الفولدر واحد حضرتك تقص دقيب حاجة وحط ملف الابسل فين لو انا شغال حضرتك ممكن تعمل سب فولدرز هنا بعض الاثرز او تعمل مسلا رقم 28 ده اللي هو اللوكس وتخط فيها كل شيطات الابسل بتاعك. بس انا بالنسبالي كنما كنت بشتغل على السيستم ده. انا كنت برا برا السيرفر ده يعني انا برا السيرفر ده كنت بعمل حاجة اسمها invincible. ومن خلال اللوك ده هم كل ir Boulec كل ما عليه ان المهندس م Machtاج ان هو يفتح اللوج يخارجي اللي برا علشان يدور مثلا هو هو بيدور عن الماتيريا الي يفتح اللوجي بتاع الماتيريا ويشوف انا матيريا enrollee و Lyching بتاع الstop flips the windows da فولترز دي ما تقسمت تقسيمة دي بالاندكس ده عشان تسهل علي انا وانا دخلة احط بالها اعمل لها فايلين. تمام? مش على الناس التانية اللي جاهد ده ختستعمله. فحضرتك ممكن يبقى الكافر بس بتاعك او الانترفيس بتاعك لكل الانجنيرينج اللي عندك. اللقز اللي عندك بس ده في حالة ان انت هتعمل هايبرلينج عرا طول بوانس انت تعمل هل من الممكن تقسيم الملفات بالوان متعددة? عادي بس المهم اهم حالة تبقى مريحة للعين بالنسبة لك علشان ما تتبعكش بس عشان تستعملها فترة اطول. لو امكان فهرس محتوي محتوى الكورس وما توصلنا اليه وفاضل كمحاضرات. المرسلات كلها بحطها اكسل في واحد الليين وقوت او بالضبط هو المفترض ان المرسلات كل شيط المرسلات تبقى كل شيط واحد لكل الناس. في كل الان والقوت كله في مكان واحد. احنا في المرسلات بالذات مفقاش اين واقوت. هده عنده فكرة ليه? ليه المرسلات مفقاش اين واقوت? علشان المرسلات دايما انت بتبقى محدد مين بعد لي مين. احنا قلنا كل المرساية تتبقى فانت مش محتاج ان حاجة تقول ان ده اين ولا اوت لان انت مكتوب قدامك ان هو ده جاي لك من مين. فمش محتاج ان انت تحدد اين و اوت. ايه المفروض بتاعت اي حاجة المفروض تبقى مع الكنتراكتور عشان هو هيسلمه لحضرتك في اخر المشروع. زي المفروض تبقى ان في اخر المشروع هو بيسلمك الحاجات دي خاصة يا جماعة كده شيلت الحضور نزل. اه هو ينفع قدم مكون من تحت لوحات الاعتمادية يقوم يقوم لغي لوحة منها وشطبها من على الكافر. هو ممكن لا هو مينفعش ان هو يلغيها من على الكافر. هو ينفع ان هو يديها اكشن كود دي. ان هي كانسل او ان هي ريجيكتل. هو معنى كده ان هو ان هو رافضها وان هو حضرتك مش تقدر تقدمها تاني في صدمت ده. كمام بس مينفعش ان هو يشطبها من على الكافر. انا هنا سبتلكو شوية ريفرنسز احنا استعملناها في تحضير الماتيريال دي. ان شاء الله لو حد حابت تاني ان هو يتكلم في حاجة يعني يدور على حاجة اكتر ممكن يكون احنا في حاجة احنا ما قمناهاش. ففي معلومات زيادة هتلاقي كل الرفرنسز موجودة هنا. اي تاني. اي اف سي معلومات زيادة دوارة ومتأنها سبتقاني. اف سيجوز Easy Drawing وإنها فكرة لا توجد عاملات زيادة في العامل المشروع بإنها هي عاملات 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 اتظامها في الزيادة مميزرات العاملات عاملات 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 آنسزارة it's called design drawing it should be in contract documents with the specifications and be of use and contract documents assalamualaikum, how are you with the doctor? alhamdulillah, fine? alhamdulillah, lady, if youttak we talked about the re-naming بتقول ان احنا لازم نحط سبجكت في الرنين. انا انا جايني اكتر مطالبة من اكتر من حد خليني ان انا شغال في المالك تابع للمالك. دلوقتي لما بيجيني مطالبات من اكتر من حد كله كتب مثلا كلمة مطالبة فقط. على المطالبة لو انا كتبت كتير جدا كلمة مطالبة في بتاع الفايل مثلا. هبقى محتاس كتير فيها. انا لو اعملت الاكسل زي ما وضعت حردك ان انا بكتب الان لوحده والاوت لوحده. وجاي لي في الان كلمة مطالبة من اه او الفلاني. والرقم الفلاني او بالرفرنس الفلاني بتاعه فانا بارجع لهايبرلينك بتاعه. ولو عايز الملف نفسه ان انا ابعثه. بقدر ان انا اخش على رقمه اللي انا نسايفه بيه قريدني. مش ده افضل طريقة ولا حرفك بتتكلمي في حاجة تانية انا مش مهمة. بص اهو احنا احنا ليه بنكتب السابجيكت عشان احنا مسلا في البرس بس احنا بنبقى محتاجين ان احنا مسلا نجمع اه الاشيو دي بتتكلم عن ايه او ايه اللي حصل في الاشيو ده في الاخر. تمام? عاوزين اعرف مين الحاجات دي اللاترز ده وصل لي مين? انا مسلا كبيئة مسلا باخد اللاتر ده من الكنتراكتر بديه للكنسولتانت باخده بعد كده من الكنسولتانت بديه للكنتراكتر. تمامي? وبعد كده باخد لو في حاجة تمام تاني حصرت باخدها يوديها للتلاين. فانا عاوزة اللوب دي تبقى كلها واضحة قدامي كسبجيكت معين. المفروض ان هو يبقى الموضوع او حضرتك تطلب من الكنتراكترز اللي شغالين معك ان هما يكونوا بيكتبوا مثلا السابجيك بتاعهم بيكتبوا مطالبة رقم كامل. او مطالبة بتاعت ايه? هل هي مثلا بتاعت اس اف بتاعت ارضيات بتاعت حتام بتاعت ايه يبقى بتاعهم يبقى شوية عشان انت تقدر تتراك الاشيو دي بطريقة كويسة. حضرتك لو مش عاوز تكتب او انت شايف ان هي بالنسبة لك يوزلس ان انت تكتب العنوان بتاعك او السابجيك بتاعك. انت هتضيع في وقته انت كده كده بتدور في الاكسل شيت مسلا. فانت بالنسبة لك تقدر تفلتر على معايا لو انت عاوز تتراك الاشيو بتاعته دي. بس مهم جدا ان انت تخليه يكتب رقم للمطالبة دي. يعني يدي لك ريفرنس في السابجيك عشان يبقى واضح بالنسبة لك تتراك الدوكيمينز دي. طيب. انا لو فعليا ما بقدرش ان انا احكم الكونتراكتر في ان هو يبعتلي اا ديتيل معايا في السابجيك. بيبعتلي دايما كلمة مطالبة. مسلا انا بديكي مثال ان دايما بتجيني يعني حالات كتيرة منها. لو انا جاي لكلمة مطالبة وان انا بروح اا في بتاعك الاكسل بروح انا بروح فاتح مسلا وكاتب مطالبة وانا اللي بحط ايو. انا كنت ايسا هقولك كده حضرتك تقدر ان انت تكامل زي ما انت فانه او تدينه تقدر تتراك بي. مظهور مظهور. يعني انا مسلا كنت بتعمل مع الكونتراكتور ما كانش بيعرف يكتب مسلا المطالبة السي مسلا ما كانش بيعرف يكتب ال اي بي سي دي رقم كامل. بس انا عندي سيكونس نمبر ال اي بي سي بتاعته. فكنت دايما وهو بيدهوني وهو بيسلمولي كنت بكتب على السابجيك تب ايدي على الجواب بتاعه ان ده مسلا اي بي سي رقم كزا. فاهمني? فلما بدخلوا عندي عدات عشان اقدر تتراك الدكيمينس دي بسهولة. تمام استاذ اسلام? تفضل? دكتور? ايه? هل يقصد محمود? لو لسه ما حردك الاكسل شيت لو انا بحطه اه سي مسلا الاي ار كا اي ار جوه اه الملاخ. حردك بالتوزيع اللي انت اللي انت موزعها عاملة سي الالكتريكا لوحده للميكانيك لوحده لكل اه يعني لكل تخصص لوحده. بحط لكل واحد اكسل المعين دي جوه ده افضل ولا ان انا بحط له اكسل كامل للاي ار. وبوزع جوه اه التخصص اه وبعمله فلتر لما بعوز اجد منه حاجات. اه لأ حضرتك بتحطه كل ما يخص الاي ار كله في اكسل واحد. وبتفلتر بعد كده لما انت بتوزي. ان انت وارد ان انت تكون محتاج الاعمال مسلا في مبنى معين. تمام. فانت بتسرش على كل حاجة في نفس المبنى. فمش توقع تفتح خمسة ستة اكسل. تمام? فاهم حقا. تمام. بالنسبة لك ان انت تحط كل الداتا في اكسل واحد. وتفلتر بعد كده على المبنى اللي انت عاوزها. او لو انت عندك انت متأكد انت مش تستعمل الدات. ممكن تحطها في تابس تحت. صحيح برضو او شيتس تحت. تمام في شيتس تانية تبقى مفصلة. لو انت متأكد انت مش هتعمل ريبورتة تبقى شامل كل الحاجات كل الداتا دي شما حلوة. جميل جميل جزاك اللي اخي. شكرا. واياكم ان شاء الله شكرا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كل سنوة حضرك يا طيبة يا دكتورة. وحاجاتكم الصحة والسلام. شاكرين على مجهودك العظيم ده والله الصراحة. ربناك. انا النهاردة كان عندي مشكلة كده بسيطة. انا مسلا اقدم اه ماتيريال او للاستشاري. مسلا شركة الرحاب متخصصة مسلا اه للمواسير وحاجات زي كده. كهرباء تمام? خراطيم وحاجات زي كده. طبعا انا كنت معتمدها الاول اعتمدتها كشركة واعتمدت اه بعض اعتمدت بعض الخامات منها. تمام? طبعا اه جيت اقدم طبعا هي اخدت اكتر حد ما هي توفيت. وصلت مسلا لرفيجان خمسة حد ما هي توفيت. تمام? دلوقتي انا جيت عشان اعتمد حاجات تاني. لنفس الشركة لنفس الشركة بالرحاب. ابعتها ريفيجان ولا ابعتها اه اه رفرنس كديد. سانية واحدة هو حاجات كنت بتعتمدها ازا ساب كونتراكتور ولا كماتيريال? اعتمدتها ساب كونتراكتور. تمام. كنت اعتمد بعض من الماتيريال معها. تمام. خلاص كده انت اعتمدت ساب كنتراكتور خلاص ده كده ساب كنتراكتور شغال مع حضرتك. تمام? تمام. تمام. حضرتك هتبتدي بقى تعتمد للكونتراكتور ده. كويس. هتبعتها ماتيريال ساب ميتل. حلو. تمام? تمام. بقى بعتها مرة واتنين وتلاتة لحد ما توفيت ولا انت كنت بتتكلم ان اللي حصل بقى حصل في كنتراكتور. حلو. لا انا بعدت من الماتيريال دي. اه حبة بينها مسلا حوالي ما حد خمسة. بعض بعض من الماتيريال بتاعيتها. ام? يعني مش يعني مش الماتيريال كلها. لأ بعض منها. دلوقتي انا عندي ماتيريال تاني زادت ان انا مفروض اعتمدها. الماتيريال دي اعتمدها ازاي? اعتمدها بريفرنس جديد. ولا اعتمدها بريفرنس جديد. وهو يفضل انه انت بتبعت الماتيريال الاعتمد تبعت الماتيريال واحدة فقط. يعني سيه مسلا حضرتك عندك خمس انواع من الماتيريال ما تبعتش خمسة مع بعض في فخور مواحدة. ليه? لان انت وارد ان هو مسلا يوفق لك على ثلاثة ويرفض لك اتنين. فانت عندك ده لسا كده واقف. الصغميتك ده ما تاخدش. يفضل ان انت تبعتها ماتيريال منفصلة. كل ماتيريال تبعت لوحدها منفصلة علشان يبقى سهل. اولا تسرع فترة بتاعتك. لما هو يبقى موافق او رافض يبقى رافض ماتيريال معينة حضرتك عارفها وواضحة بالنسبة لك انت تقدم غيرها. انما انت لو عندك خمسة ستة بيبقى وقت المراجعة فيها اكتر. بيبقى الكون فيها اكتر. بيبقى بتاع ده. كون ان حضيك تقدر تبعت لها تاني. بيبقى واخد وقت من عندك انت اطول. فاهمني فيفضل انت تبعتها سابر. اذا يفضل انت تبعتها الوحدة. تبعتها الوحدة التاني منفصلة. في اسئلة تانية شغيرك. ممكن نزود يوم كمان في الاسبوع بحيس نضغط مدة الكورس شوية ولا صعب. والله هو صعب جدا لان انا فعلا يعني يوم السبب ده اليوم الوحيد اللي بقدر ان انا ازبط وقته كله فيه. فبعتذر معلش احنا عارفين الكورس طول مننا شوية علشان بس فترة الاجازات الطويلة اللي احنا اخدناها. اخدنا شهر لمدان اجازة. اخدنا بعد العيد كمان اجازة طويلة. اخدنا في الاجي كبير اجازة طويلة. فانا بعتذر بس مش هقدر ان انا اقدي حاجة تانية لليوم السابرس. بس احنا ممكن نخلص الجزء بتاع الاساسيات ده. ونريح مثلا بتاع شهر مثلا كده. نريح في الجزء اللي فات. او زي ما تحبوا خدناها بس لما انخلص الجزء بتاع الاساسيات ده نتفق عليه. بقي قد ايه من المحاضرات يعني احنا لسه قدامنا عشان كل في شوية احنا مدي جزء جزئية بسيطة في المحاضرات مش بحاول ان انا يعني اخد وقت طويل في المحاضرات برغمان احنا النهاردة معادييني الساعتين اهو. بس بحاول ان الجزء ان احنا ناخد حاجة صغيرة ونطول فيها الشرح شوية عشان تبقى مفهومة وتبقى ديرتوا ان انتوا تستوىبوا كل الديتيلز التايلي. اه استاذ محمد ميكي بيسأل بنسبة للخطبات ازاي يفرق بين الديريكت اللي بدييلي والسيسي والجاوري. احنا كنا قايلين في الخطبات احنا التقسيمة بتاعت الخطبات احنا قلنا ان هي يبقى فيه مسلا من الكونسولتنت من الكونسولتنت. شف حدرتك انت شغال ايه دور بتاعك في البروجيكت مثلا لو انت الدور بتاعك ان انت كونسولتنت فاي اي حاجة رايحة الكونسولتنت تتبقى جايلي. اي حاجة رايحة للمقاول تبقى حاجتك سي سي فيه. لان اكيد الجواب ما جالكش الا لو انت سي سي فيه. بس لو هو من مكان وطو ده مش انت الشخص اللي ما بقوت له الحاجة فمعنى كده ان هو جالك انت سي سي. تمام? وضحة الجزئية دي. في حد عنده اقصده تامية. اي كده افضل علشان نفهم لان فيه حاجات من فيه من التقشورين فميحتيجين نفهم. تمام? طيب استردائكم الله لازم لا تضيع وداء. اه اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. ازم الله. اه هبعط لكم الفايل ما تقلقوش. هبعط لكم الفلتر بتاع الحاجة للتنظيم ده حضر. وكل الساب فلتر اللي جواه علشان يسهل عليكم لو انتم هتبدأوا في شغل. اشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.